شهر شعبان هو شهر الثامن من شهور السنة الهجرية وفيه وقعت جملة من الأحداث التاريخية المميزة ففي مثل هذا الشهر سنة اثنتين للهجرة فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان ليصبح الصيام بذلك ركنا من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام وفي شعبان سنة ثلاث للهجرة ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة وفي الخامس من شعبان سنة أربع للهجرة ولد كذلك الحسين بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة وفي شعبان من السنة الخامسة أو السادسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عزم بعض المشركين على قتاله فكانت غزوة بن المصطلق وفيها انتصر المسلمون وانهزم المشركون وفي شعبان سنة اربع وتسعين ولد الامام الحافظ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري المحدث الفقيه الحافظ وفي الخامس والعشرين من شعبان سنة ستمائة وخمس وعشرين للهجرة ولد الفقيه الشافعي الكبير تقي الدين محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد صاحب المؤلفات المعروفة والمواقف المحمودة وفي الثانية عشر من شعبان سنة ستمائة واثنتين وسبعين للهجرة توفي بدمشق امام اللغة والقراءات الامام بن مالك صاحب المؤلفات المشهورة ومنها الفية بن مالك شهر شعبان مولد العلماء والاعلام